وعلشان برضو الفرحة تكمل قدر منتخبنا لكرة اليد كمان أنه يفوز على نظيره الياباني بنتيجة 33-29 في المباراة اللي أقيمت النهاردة في ثالث جولاته في دور المجموعات وبكده منتخب مصر لكرة اليد قدر أنه يرفع رصيده لأربع نقاط في المركز أو وصل للمركز الثالث بعد الدنمارك والسويد بست نقاط للفريقين المنتخب المصري لكرة اليد إن شاء الله هو قريب جدا أنه يروح لدور التمانية ومن المنتظر أن المباراة القادمة يتكون مع المنتخب السويدي يوم الجمعة الجاي